تم إنشاء معهد فن الفوسيفساء والترميم عام 1992 كنوع من التعاون ما بين الحكومة الإيطالية والحكومة الأردنية وكان الهدف من هذه المدرسة اللي هو نشر الوعي بأهمية الفوسيفساء في منطقة مادبة بشكل خاص وفي الأردن بشكل عام منذ عام 2007 تم تحويل المدرسة إلى معهد يمنح درجة الدبلوم في فن إنتاج وترميم الفوسيفساء بالنسبة لتخصص الفن إنتاج وترميم الفوسيفساء هناك مسارين في هذا التخصص مسار إنتاج فوسيفساء حديثة وهذه طبعا ضمن المواصفات المتعارف عليها بقانون الآثار الأردني بحيث يستطيع كل الطلاب ممارسة هذه المهنة في داخل المعهد وخارج المعهد أما من ناحية الأخرى هو ترميم اللوحات الفوسيفسائية الأردن يمتاز بوجود تقريبا ما لا يقل عن 400 لوحة فوسيفسائية أثرية كلها تعود لفترة ما بين تقريبا القرن الرابع الميلادي والقرن الثامن الميلادي فلذلك تزخر الأردن بهذا الموروث وهذه حقيقة ميزة تمتاز بها الدولة الأردنية عن جميع الدول المحيطة بهذا الكم الهائل من اللوحات الفوسيفسائية الجزء الأساسي من مهمة المعهد أن يدرب طلابه على كيفية صيانة وترميم اللوحات الفوسيفسائية التي تكتشف وهناك والحمد لله طبعا ساهم المعهد في عمل دراسات وعمل أيضا ترميم وصيانة لكثير من اللوحات الفوسيفسائية الأردنية وآخرها طبعا الاكتشاف الذي نفتخر فيه أنا شخصيا أفتخر فيه كعميد للمعن وأفتخر فيه كطلاب أيضا تقاموا بهذا الاكتشاف تم اكتشاف أرضية فوسيفسائية تعود تقريبا للقرن السادس نهايات القرن السادس وبدايات القرن السابع الميلادي في جرش وقام الطلاب بمجهود فعلا فردي وبأكبر الإمكانيات وبأقل التكلفة المادية بترميم هذه اللوحة الفوسيفسائية المهمة جدا وهذا طبعا جزء من هذا العمل الذي نقوم بتدريبه وقد ضاها عمل طلاب هذا المعهد وهو طلاب الفرق الأجنبي التي تأتي إلى الأردن وتقوم بعمليات ترميم لمثل هذه الأرضيات الفوسيفسائية ونحن ربما المعهد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يمنح طلابه هذا التخصص بالذات في الفوسيفساء لذلك بدأت والحمد لله اللي هو طواقمنا ليس فقط تركز على الأردن وإنما أيضا ننتقل إلى مشاريع دولية سواء إقليمية أو عالمية سنقوم إن شاء الله من خلال هذه المشاريع بخلق فرص عمل لطلاب المعهد أو لخرجين المعهد السابقين لطلبة المعهد الحاليين وسيكون هناك إن شاء الله مجال لأن يجد كل طالب من طلاب المعهد فرصته داخل الأردن أو خارج الأردن وأن يكون أيضا سفير لهذه المنة في الدول الشقيقة وأن نستمر في مثل هذه المشاريع لأن هذه المشاريع هي مستقبل السياحة في الأردن وهي مستقبل أيضا الترويج السياحي للأردن بفتخر طبعا وبعتز بالبيئة التي تواجد فيها المعهد بأنها بيئة أيضا أثرية ونحن الآن في هذا المكان هو الشارع الروماني الذي كان يخترق مدينة مادمة من شرقها إلى غربها وبالتالي هو جزء أيضا من البيئة الأثرية الموجود فيها هذا الموقع وهذا المعهد نتمنى أيضا من الجهات الدعمة والاستمرار والحكومة أيضا الدعم لأنه سوف يوفر فرص عمل لكل الطلاب الخرجين داخل المعهد وداخل مؤسسات الدولة وأيضا سيكون رافض للأسواق الخليجية والأسواق الدول المجاورة بالكوادر المؤهلة فلابد من التركيز عليه دعمه ودامة استمراريته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة